ليه ايه سر انا قلنا كان عشمان وعشا موت يعني ما حصلش طيب جبت لعيبة وماشي في بطولة الربطة كسبت اقول ماتش ونزلت بتلعب مع النادي الاهلي النادي الاهلي له فلسفته واغراضه من هذه المباراة شيء لا يخصك وانت ما بتعاقبنش على انك فجأت المستوى النشئين بتوعي فلازم تروح واخدني في سكة تانية خالص احساسه انه هو راح منه الماتش في السنة الاخيرة ممكن يضايقه ويضايق ناس كتير واي مشجع وانا وانت وكلنا لكن انك تطلع بيان تسرد فيه مجموعة من الوقائع يعني يقولك عكسها اذا كان هناك ظلما تحكمين قد حدث الناس شافته كلها انك كان النادي الاهلي وانشوف ده وده انت جايبه حتشوفه طب هو بيعمل كده ليه ايوه يطلع بعد كده يبني على هذا الموقف فيه احاديث بقى هو ده بقى بتوضح هو انا بعمل كده ليه لا وانا نفس الاهلي ازاي يا عم دي مش اولوياتك النهاردة انك تنافس الاهلي انت اولياتك تعيد التنظيم والبناء وخلق الحوافز والاستقرار الفريق ما تبعليش الوهم انا بكلم كلامي بقى للجماهير العاقلة التي تسمعنا الان اي مسؤول بييجي في ظل ازمة بيبقى نمرة واحد يخرج من الازمة فلازم ليبقى له اولوية انما تيجي تقول لي انا نفس الاهلي ازاي محدش حسبك على انك هو انت ليه مش بتنفس الاهلي النهاردة وبعدين يرميها على الاسباب الاخصادية ويقولك مفيش عدالة في التوزيع هكدمه كرجل اعمالي اصداد ابرهيم لا الحتة دي عشان انت كرجل اعمال ايه عدالة التوزيع في رأيك انت رجل مجالك يعني الرئيسي في العقارات كما فهمت يعني هو انت بتبيع الشقة زي الفيلا زي الستوديو زي اه هتيجي تقول لي اه ممكن يوقفيه استوديو اغلى من الفيلا ايوه بس مرتبط بالمكان مزايا تانية التشريب والمكان والقيمة التجارية اذا التساوي مش في سنة الحياة لا الاديان بتقولك التساوي بتقولك التكافل فارق كبير والتكافل هنا يأتي بالتطوع ويأتي من دور الدولة فما تيجي انت تيجي تقول لي وزارة شباب لا انت بتدي بقى الاعانات بناء على ايه ممكن تديها بناء على الاحتياج تديها بناء على الارض الواقع بالتساوي كل ده مقبول منك لكن تيجي في القيم التسويقية استاذ براهيم وفي العملات التجارية التي يجيدها المهادسي حكومي والتي لا يمكن يكون بمارسة في عمله انه يوزع كل شيء بالتساوي حتى في شركاته مش هيدي كل الناس زي بعضها حينقي ناس يديها مزايا ويديها حوافز لانها بتشتغل ومتكسبوا كلمة البراند انا وانت نعم البراند يعني ايه يعني الصنف المميز اللي مجرد ما تشير اليه العلامة التجارية البارزة اللي لها تأمن بالزبط البراند مركز سيارات مشهورة جدا ما تتسويش كل مركز سيارات ببعضها طبعا حتى في المركز المشهورة في فئات طبعا في كماليات صحيح كل ده موجود في الرياضة طب حتقولي في الرياضة ازاي حقولك النادي الاهلي اللي بقاله 111 سنة مثلا عبر تاريخه تراكمات المواقف تراكمات الاحداث تراكمات البطولات اتساع الشعبية كل ده عمله انه براند براند دفع فيه دفع فيه وقت دفع فيه نظام دفع فيه جهد دفع فيه تمسك بالتقاليد احيانا بتضحيات كتير جدا ثم انفق كثيرا عشان يحقق البطولات هتيجي تقول لي الفلوس ومش الفلوس والقيمة التسويقية هو النادي الاهلي متفوق بس في السنين الاخيرة ده من 48 قبل الاحتراف لحد معد الاحتراف النادي الاهلي يحقق النتائج ومحدش اتكلم بالعكس لم يكن يوما عنده السلطة او النفوذ ان ياخد لعيب غزب عن حد وينقله من اينا بالعكس لعبة النادي الاهلي نفسها كانت بتتاخد منه ولكن هناك شيء ما حدث في النادي الاهلي جعل ان في جزوة روح تقاليد شخصية خلق اهداف كل دي بتعوض اي امور اخر فما تيجي تقول عايز تقول فرقتك ان الاسماعيل الظلم لان الاهلي بياخد فلوسك انت القيمة التسويقية بتاعتك ملاش دعب النادي الاهلي انت رفعها ويوم ما ترفعها وتتجاوز النادي الاهلي يعني تاني العلامة التجارية الراجل اللي بيجي يعمل الاعلان بيشوف كم واحدة هتفرج عليه طبعا فاللي عنده الشعبية الاكتر اللي عنده المتابعة الاكبر اللي عنده الاثارة الاكتر بيلم الشغف العام اكتر الشغف فانت ما تجيش تقول لي لما تيجي تقول لي انا كمعلن انا عايز زي زناد هقولك بأمرت ايه اشتغل واقنعني ان انت عندك مقاومات اكتر بالأسر ده الكلام بديهي قوي يعني مش بديهي هو بديهي بس انت لما بتسوأ بتسوأوا المين للناس اللي مشاعرها سخنة اللي عايزة تصدق اي حاجة وخلي بالك لما ييجي واحد في المدرج ما سيرفع جازمة ولا يشم ولا يعمل انا بعتبره ده راجل ضحية ضحية تم العبط بعقله او هو واحد من اتنين يكون من اخوانا اللي بيزرعوا الفتنة اه هو مش اسمع علاوي لكن عايز يعمل حاجة يولح تخلي اه تخلي الناس تعرف ان فيه خلاف لسه لا اقعد صدق انه حيبق اصحاب بعدين اسأله سؤال هو انت زعلان من نادي الاهل مثلا مثلا يعني لانه ضحك عليك ما كسبتش معاه في كل عمليات التريدينج والتبادل وانتقاء اللعبين وتبادل اللعبين انت كل عملياتك مع النادي الاهل رابحة فنيا رابحة ماديا كل حاجة ما خدش منك حاجة بشكل مباشر دون ان تحصل على اكثر مما طلبت او كنت تتوقع اصناء التفاوت هتيجي تقول لي زي ما بيتقال ما فيه نغمة لسه هتطلع او طلعت او ابتدت تباد اللعب الاهل ولعب الاسماعيلي وواواوا لما تيجي تقول لي طب ما انت خدت مني فاضل وبران سعيد وعصام الحضري خدت كتر من لانا خدت لا استان هيولك انت سيبتوهم حلو قاول طب ما انت سيبتوهم اه هو انا ما خدش منك حد غير بفلوس اللي خدته منك خدته من قندية تانية صحيح انت عايش تعتبر انه مجرد ما يمر عليك وحرم عليك مين قالي هذا الكلام وإلا كان حرم عليك لعيبتي بالعكس انت خدت مني الكابتن عصام الحضري في ظل خلاف مرفوع في قضية امام المحكمة الدولية انا ما عامتش معك كده بالعكس انا لما كسبت القضية من خلال سترازمورغ قلت الكابتن حسني تفضل حاجتك اهي انت رجعت غيرت كلامك وما عطعك منوش انا ليه بقولي الكلام ده لان عايز الناس تفكر عايز الناس تفكر انت طبعا الفقرة بالتفصيل هتوري مين المدار ومين لكن انا مثلا اخر حاجة بقى هو انا جيت مثلا عملت معاك واتحكت عليك وضللتك وخدت منك لعيب انت كاتب شرط جزائي على نفسك بمبالغ لا تستطيع سددها فتبيع اللعيب بمبلغ اقل من الشرط الجزائي اللي انت موقع عليه يعني هو ضحك عليك خد منك لعيب لبسك عشرين ولا خمسة وعشرين مليون جنيه وقرار بخصم نقاط الموسم الماضي والموسم ده اذا ما تحلش الموضوع ما عملش معك كده بالعكد انا متخيل لو النادي الاهلي كان عمل كده مع الاسماعيلي كان بقى حديث يومي وما كانش يعني لحد النهاردة الناس هتبطل نفخي في الرماد عشان يبقى نار في هذا الموضوع انا ما عملش عمري ما عملت معك كده ده كل المواقف التاريخية بلسان ابناء الاسماعيلية عبارة عن حرص النادي الاهلي على علاقته بالاسماعيل من قول الكابت الرضا وتنازل النادي الاهلي عن توقيعه على انه حاس ان ده يمثل حالة شعبية في الاسماعيلية وحامزة الجمل وحسني عبد الرب كلها امور كان يستطيع النادي الاهلي انه يوقف اللعبة دي او يعمل حاجة لكن لا بمجرد كابتن حامزة كابتن صالح ان دهني قال لي ما يتضرش عشان هو وثق فينا اتفضل كابتن حسني كابتن حسن قلبه مجرد انه قلب عايزة تراجع اتفضل يرجع فين بقى المشاكل اصلي الاهلي بيلعبش في الاسماعيلية على فكرة لو تمسك الاهلي باللعب في القاهرة حيلعب لانه عنده موافق امني ولكن الاهلي لم يتمسك بحقه ده بالعكس بقى على الاهلي ان يطالب ان يلعب في القاهرة عشان الناس يفهم حقيقة الموضوع انا بجيب موافق امني انا انا ما تمسكتش بحق اللعب في القاهرة عشان اشعر الاسماعيلي بتكافؤ الفرص بلعب زي زي اكبر معاني لو تمسكت استطيع ان هلعب في القاهرة فهذا كلام مجرد عبارة عن عبس بالمشاعر ما يستحش يجي من القيادات انا بتناقش وعايز الناس تناقشني تناقشني في اللي قلته مش عايزين نقل بالمضوع خناها لان انا والله اصدق افسر افسر عشان الناس بقى مرة كده حد يكلم العقول انا بكلمكم بكلم عقولكم كل الناس الزعلانة مش المبسوطة فكروا في اللي انا قلته فكروا ان انا مخادش العب الا بالقيم الاسماعيلي ارادها واحيانا انا مخادت محمد عبدالله خدوا محمود شيكو وفلوس انا مخادت عبدالله السعيد خدوا فلوس وصديق احمد صديق لا ده شريف عفضيل وفلوس عبدالله سعيد بفلوس باستمرار باستمرار بالاتفاق مع الادارات العليا كنت تستنى ست شهور كامل اللعيبة اللي خدتها من بره خدتها من اندية سابت الاسماعيلي بقى لسنتين وبتاع بعضهم يعني زي كابتن احمد فتحي وزي كابتن احمد حسن وزي كابتن باركات وازاي وعمد النحاس على الرغم من كل اللعيبة اللي خدتها وسيد معاود اللعيبة دي كلها انا كنت متكلم معاها ورفض يبع وتوجهوا للاسماعيلي وبعد الاسماعيلي لما سابوا متوجهوا انا خدتوهم من فضلكم يا اهل اسماعيلية الكرام الذين وكني لهم كل تقدير خدوا الكلام ده وهدموه وفهموه اشتركوا في القناة